السلام عليكم اهلا وسهلا بكم بقناتي وصفات ضحى العراق ادوها كوك اليوم بهذا الفيديو الجديد رح اسوي كليتة عراقية هشة وجذوب ذوبان وكل اللي اكلوها وجربوها سئلوني عن طعمها وعن السر اللي بيها وعن سرها شاشته كليتة عراقية بالزبادي اذا هي اول مرة تابعوا قناتي دوسونا لايك واشتراك وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل وصفاتي السهلة والسريعة واكيد جدا لذيذة نبدأ وصفتنا باسم الله دائما استخدم الاكواب القياسية متوفرة بالاسواق رح اضيف 4 اكواب من الطحين الصفر المقادر بالتفاصيل مذكورة اسفل الفيديو لهذا الفيديو وكل الفيديوهات اللي موجودة بقناتي تلقوها مكتوبة اسفل صندوق الوصف تحت الفيديو 4 اكواب ضفت من الطحين الصفر استخدمت هذا النوع متوفر بالاسواق بنات المكونات كتبتها مثل ما رح اضيفها يعني بالبداية كتبت الطحين بعدها رح اضيف علي ضرف الفانيلا بهاي الطريقة حتى تكون سهلة عليكم من تجونوا الطبقون الوصفة او اذا طبقتوها وعدكم اي سؤال تقدرون تكتبو ليها بالتعليقات اضفت عليها هيل هيل مطحون اكيد ينتطعم جدا لذيذة الكليشة العراقية بالهيل والدهن الحر تابعوا اياي بالتفاصيل حتى ستحصلون على نفس النتيجة رح اضيف عليها ربع كوب من الحليب الباودر رح اضيف عليها كوب كامل من السمنة او دهن جنة خواتي العرب دهن بالعراقي هو السمنة وهنا رح اضيف الدهن الحر اللي هو السمنة البلدي طعمها جدا مميز وهاي النوعية جدا ممتازة نكهتها جدا مميزة ضفت هنا نصف كوب مخلوط بين الدهن الحر وزيت نباتي رح اخلط المكونات ويا الطحين الا ان تمتزج كل جزين عندي ويصير مثل العجينة ورح تلاحظون قوام العجينة رح يكون هنايا بشكل قوامها تكون مثل الكريمية يعني ما رح تكون عندي العجينة فتفتة مثل بقية انواع الكليجة وهنا رح تكون عندي السر رح تكون عندي الكليجة رح تكون ذايبة ذوبان ورح تشوفون نقشتها شلون تطلع ما شاء الله هنا رح استمر بالخلط اخلطها كل جزين بالبداية بملعقة خشب وبعدها رح اعجنها بايدي الا ان تتجانس كلها وتشربوا يعني الطحين عدني الشرب والزيت والسمنة صارت عندي بهذا القوام شوفوها ما شاء الله رح اضيف عليها بقية المكونات ربع كوب من السكر رح اضيف عليه ثلث كوب من الزبادي وايضا رح اضيف عليه ملعقة طعام من الخمير ورح ابدأ اخلط هذا الخليط كل جزين اتأكد انه الذوب عندي حبيبات السكر ما تكون بشكل منفصل ومحبب لان اريد اعجنها حتى تكون متجانسة اخلطها كل جزين رح اشوفون شو يصير قوامه واضيف عليه الملعقة الخميرة اتأكد دائما صلاحيات المواد اللي استخدمها انه الخميرة ما تكون قديمة وما تكون مفتوحة فترة طويلة وما تكون انه اكسباير رح انتهي بالنسبة للخميرة والبيكين باودر وحتى بالنسبة للطحين رح تلقون كل المنتجات او اللي تشتروها تلاحظون عليها دائما مكتوب الاكسباير فانتبهوا عليه حتى لو بالبداية قبل ما تشتروها رح اخلطها كل جزين الخليط ورح اضيفه على العجينة كليتر بالزبادي وصفة جدا سهلة وسريعة طبعا هاي الوصفة وصفة اختي طعمها جدا جدا لذيذ وبكل مرة اسويها اللي ياكلوها يسألوني عنها وعن طعمها وعن سر هشاشتها رح اكمل اخلط كل العجينة وبعدها اعجنها بايدي حتى تتماسك ورح الاحظ انه خلال العجين انه قوامها يشتد عندي يعني الطحين رح يمتص هاي السوائل وتكون عندي العجينة بشكل مفتت اذا طبقتوا الوصفة وعدكم اي سؤال اتقدروني تذكروني بالتعليقات وان شاء الله اريد عليكم باسرع وقت احنا خلت ربع كوب من المي رح اضيف يعني بلل ايدي واعجن العجينة اريدها انه تكون تللم عندي تقريبا هو مقدار الربع كوب مو اكثر او حسب احتياج العجينة الا ان تللم عندنا وصير بشكل عجينة يعني جاهزة للتخمير استمر بالعجن الى ان تتماسك عندي وتنلم مو عجنة هواي بحيث انه يعني احاول المها لم حتى تكون عندي العجينة هشة صار عندي بهذا الشكل القوام احاول المها والعجينة تكون عندي ناجحة لاحظ انه العجينة عندي تنقطع شوفوا بنات العجينة مو مطاطية العجينة تنقطع معناتها انه عجينتنا اه صحيحة وناجحة بهذا الشكل احنا راح اغلفها وهذا التغليف المتوفر بالاسواق طبعا كلش حبيت استخدامه كلش سهل ويوفر علي بهوية شغلات انه اي صحن اي اي شي يعني انه اغلفه بسهولة وينحفظ عندي راح اغلفها واتركها بجوة المطبخ تتخمر عندي تقريبا ساعة وبهاي الوقت انا راح احضر الحشوات المقادر بالتفاصيل للعجينة والحشوات مذكورة اسفل الفيديو راح استخدم تمر هذا التمر منزوع النوى راح اضيف عليها المطحون ورح اضيف عليها ايضا ملعقتين تقريبا من الدهن الحر دهن حر اراقي او السمنة البلدي طعمها جدا مميزة ولذيذة اكيد راح اذوبها واضيفها على التمر وابدأ اعجلهم سوى حتى تكون عندي بشكل عجينة وتكون جاهزة عندي ورح اسويها بشكل كراتة صغيرة حسب حجم الكلياتشة او المعمول اللي راح اسويه حتى تسهل علي الوقت وتقتصره هنا صارت عندي جاهزة راح اسويها بشكل كرات صغار بهذا الحجم واكمل كل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة راح اكمل حتى ليطول عليكم الفيديو صارت عندي بهذا الشكل حشوة التمر صارت عندي جاهزة راح احضر حشوة الحلقوم اكيد الحشوات اختيارية حسب الحشوات اللي تحبوها ممكن مكسرات لكن المفضلة عندنا هي التمر والحلقوم الحلقوم راح اعجنب هاي الطريقة ايضا راح يصير عندي بشكل عجينة وحدة وبعدها راح اقسمها الى كرات صغار مثل عجينة التمر حتى يسهل علي بالحشو وما ياخذ وقت طويل وهنا ايضا راح اسوي بشكل كرات صغار طبعا امسح ايدي بزيت وهي الحلقوم زيت نباتي قليل بايدي حتى على المود ما تلتصق بايدي للحلقوم صار عندي جاهزة الحشوة بهذا الشكل حشوة التمر والحلقوم راح اخليهم على جهة وهنا صار تقريبا ساعة عندي ارتاحت العجينة وهنا راح نبدأ نشغل الفرن ونبدأ نحضر الصواني ونحضر العجينة للفرن اول نقشة راح تكون عندي بهذا الشكل بالقالب وبحشوة التمر ثاني نقشة راح تكون عندي هذي شكلها كلش مميز طبعا راح اضيف نايلون على القالب حتى اسهل انه شون استخرجها من عنده اضغط العجينة بهذا الشكل واسحبها شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله تبارك الرحمن ورح اكمل اصف كل الكمية اللي عندي بحيث تكمل الصينية كاملة كليتة التمر والحلقوم كليتة عراقية بالهيل والدهن الحر وصفة جدا سهلة وسريعة ومكوناتها بسيطة وطعمها جدا لذيذ ومميزة وهنا راح اكمل بقية الكمية اللي عندي دخلت اول صينية للفرن يكون الفرن حار راح اسوي نقشة الوردة طبعا هاي النقشة بدون قالب بس بالستين راح اسويها بهذا الشكل من كل من اربع زوايا كل زاوية خط بالستين بهذا الشكل وصارت عندنا جاهزة ومن نفس الوقت بنات هنا راح نستفاد انه راح تكون عندنا الحشوة ظاهرة ورح نخلص من الظاهرة اللي موجودة عند الاكثر الناس انه يكسرون الكليتة ويذبوها وهنا راح اسوي نقشة ثانية ايضا بالسكين بدون قوالب نقشة جدا بسيطة واكيد شكلها جميل وايضا تبرز عندنا الحشوة بها بذلك ما يحتاج انه اللي يختار حلقوم او اللي يختار تمر ما يحتاج انه يتركها شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن اذا حبيتوا هذا الفيديو خلونا لايك حتى اعرف نوع الفيديوهات اللي تعجبكم شوفوا ليها المنظر ما شاء الله تبارك الرحمن طبعا خلطة التلميع راح اكتبها لكم بالاسفل خلطة جدا مضمنة واني مجربتها اكثر من مرة للكليتها ولمعجنات راح اكمل بقية الكمية اللي عندي وهنا راح اكمل بقية الكمية خلي الطبقتين من العجين وبداخلهم طبقة من التمر فتحتهم بالشوبك وهنا راح اخليهم اقسمهم بالستشين بشرائط رفيعة وهذا الشكل ورح ابدأ اخذ كل شريط وابدأ الفه بشكل حلزوني شوفوا لي هاي الطريقة بنات من البداية اخلي دائرة وابدأ ابرم الشريط والفه ابرموا والفه بهذا الطريقة والنهاية اكبسها الاسفل راح اكمل بقية الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة طبعا هاي النقشة جدا حلوة مميزة او اكيد بالاكل راح تشوفون طعامها لما تستوي ولما تاكلوها يكون طعامها وشكلها كلش مميز شوفوا ليها ما شاء الله وتكون بنفس الوقت الحشوة بارزة طبعا هاي الطريقة تصير فقط بحشوة التمر يعني تكون متماسكة عدنا ولما تشوي ما تطلع الحشوة من عدها شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن راح اكمل الكمية اللي عندي كلها بنفس الطريقة طبعا العجينة جدا هشة وجذوب شوفوا ليها ما شاء الله تبارك الرحمن صار شكلها كلش حلو وكملت عندي الصينية كلها بهذا الشكل راح امسحها مسحة بخلطة التلميع اللي ما تمددها وما استغني عنها بكل الكليتشة والمعجنات ونتيجتها جدا جدا رائعة راح اكتب لكم مقاديرها بالتفاصيل اسفل الفيديو او اكيد تقدرون الضعفون اذا كانت عدكم الكمية هواية راح امسحها مسحة بسيطة و راح ادخلها على الفرن الحار من الاسفل والاعلى حتى تنشوه عندي وتكون جاهزة وتاخذ اللون الذهبي وهنا راح اكمل بقية الكمية اللي عندي بحشوة الحلقوم راح اخليها بشكل الورقة تكون بهذا الشكل بدون قوالب فقط بالستين و هذا الشكل البنات راح اخلي خطب الوسط و خطوطه من الجوانب و لما تنشوه راح تاخذ العجينة هي مختامرة راح تستوي عندي و يصير الحشوة ايضا بارزة راح اكمل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة و هنا شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله استوت عندي و راح اكمل كل الكمية بالشوي و نرجع لكم و هنا شوفوا لي هالمنظر تبارك الرحمن كلية عراقية بالزبادي بالهيل و الدهن الحر وصفة جدا سهلة و مكوناتها بسيطة و طعامها جدا لذي شوفوا لي هالمنظر تبارك الرحمن تقدرون تجربون هاي الوصفة وتعتمدوها للاعياد و المناسبات و ايضا للتوزيعات و كونوا متأكدين انه الكل حس لكم عنها و عن طعمها و عن سرها شاشتها اذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسون الاشتراك دعمكم للقناة يشجعني حتى اقدم لكم المزيد من الوصفات السهلة و السريعة و اللي ناشحة تكون عندكم من اول مرة و اكيد جدا لذيذة لا تنسون مشاركة الفيديو يا اهلكم و صديقاتكم حتى نوصل الاكبر عدد من المتابعين و الاخوات و الصديقات اللي يستفادون من هاي الوصفات السهلة و انتظروني في فيديو جديد و سهمكم العافية وصفات ضحى العراق